من خلال الناس اللي كانوا يوصلون المعلومات اليومية إلى قدي وإلى مدير جهاز الأمن الخاص اللي هو قصي والأجهزة الأمنية البقية بأنه الوضع وصل إلى درجة إسقاط النظام تعرف نظام من هذا النوع يحارب إلى آخر جندي للبقاء اجتمع الرئيس صدام حسين بعائلته الرجال الدولة اللي هم من عائلته وأمرهم بأنه تم القضاء نهائياً على اللي سماهم الغوغاء من اللي من عائلة أبرز اللي اجتمع بعائلته حسن المجيد أخوه على الحسن المجيد حسين كامل صدام كامل عدي قصي كثير من الناس المقربين محمد الزبيدي اللي كان وزيره وأعضاء قيادة غالبية الحزبيين الكبار أعضاء القيادة والفرق والفروع أنتوا ما كنتوا تحضرون؟ احنا لا ما كنتوا نحضر بس يوصل يعني فمن يذكر عدي يقول لكم؟ كيف كانت توصل؟ لا لا يقعد يتكلم معنا وضع العراق اللي ليصير ولولا كذا ولازم ننسفهم لازم نمحيهم أبو إيران على أبو اللي حطها جنب العراق وكذا أنا خلص من مصيبة تطلع لنا إيران ويستذكر كلام أمر بن الخطاب يا ليتك أنا جبلا من نار في بين وكذا وهذا الكلام يعني أنا هذا عدي ولا صدام؟ عدي عدي فتعرف هو يحضر اجتماعات ويجي من يتكلم معنا يلا يعني أتكون فتفكرة فتكذا فتكذا احكوا لا تخافون بعد كلام يعني لازم تحكوا رد نسوفة شيء هنا بعد خروجه من الكويت وموضوع الثوار اللي كانوا في الجنوب والوسط النظام أو أركانه كانوا مهزوزين؟ مهزوزين نعم مهزوزين فعلا مهزوزين يعني تشوف الوضع أصبح وحشية في التعامل لازم نقضي عليهم وحشية بأي معنى؟ يعني ماكوا رأفة شلون؟ إذا حسب التخطيط اللي كان للعملية كلها لإيقاف هذه الثورة أو الشعب شعبية ضد النظام يعني في وقت حوالي 14 محافظة سقطط سقطط بيد الثوار بيد الثوار يعني بين شيعة أكراد كذا فمبقى الدولة مبقى الدولة وكانت توصل تقارير يومية أو بالساعات قتلوا فلان حزبي وقتلوا ضباط وقتلوا كذا وقتلوا كذا واستولوا على المحافظة الفلانية فكانت التقارير تشير بأنه ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية اللي كان يقوده محمد باغر الحكيم هو اللي كان يدعم بالسلاح والمال ودخل اللي سموه قوات بدر فجدت الأوامر يعني بعد اجتماع مطور كان بأنه القضاء نهائيا على ذوله شكرا